شكرا لك على كرم الضيافة والحضور أكيد مرحبا نحن الضياف عندك حضور نضالي عندما تتعلق الأمور بالنضال وبأخذ موقف التابتة خاصة أننا نحي الذكرى السبعين لثورة المنبر 54 عليهم قليلة قادمة ونحن جئين هنا بش ندافع على لسالة نوفمبر لأكدة حق شعور في تقهير المصير وتمسكت بمبادئ التحرور وهو الدفع لي خيراً تمسكوا بمبادئ التحرور الحرية والاستقلال وهذا والسر ربما سي محرز وهذا والسر ربما أنه الدبلوماسية الجزائرية مش فقط هي اللي تحب الدافع عن الضعفة أنه حتى مواطن بسيط جزائري حبي يدافع على واحد شخص ضعيف استبيدت حقوقه واستبيدت خلينا نقوله واستعمرت بلاده إلى غير ذلك ذلك مواقف الدبلوماسية الجزائرية هي نابعة من عمق الشعب الجزائري على العموم أستاذ محرز أبدأ معك دعني من اجتماع اللجنة الرابعة المتعلقة بتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية قدمت الكثير من الوثائق هذه الجرأة اللي كانت موجودة وهذا القوة في الطرح اللي كان موجودة قبل ممثل الجزائر كيف تشوفها أنت وفي نفس وقت أيضا أنت رك مختص في هذا الملف يعني أنت كنت رئيس لجنة تضامن الجزائرية الصحراوية سابقا أكيد عندك كثير من الحقائق وكثير من الأمور تطلعنا عليها شكرا أولا إذا نعرف الآن هي قضية الصحراء الغربية هي قضية السفية الاستعمار مصنفة ومعترف بها كذلك من طرف المجموعة الدولية ومن طرف الممتحدة ومسجلة في لجنة الرابعة اللي الآن هي راهي في اجتماع بدأت من يوم الثمانية إلى 14 و 15 أكتوبر في مرافعات من طرف المناصرين للقضية من أجل حق تقير مصير الشعوب طبيق الليحة 15-14 اللي أكدت وكرست هذا اللي مبدأ بتاع الأمم المتحدة إذن الآن فيه مرافعات حول تقير مصير الشعب الصحراوي هذا الموقف وهذا القرار اللي يتأكد في كل لويح الأمم المتحدة وفي لويح مجلس الأمن وشيء نبدأ لمنسبة الجزائر نعم الشيء الهام والمهم هو عندما تعلق بقضايا صفية استعمار وقضية الصحراء الغربية ما فيهش موقف حكومي وموقف غير حكومي صحيح بعد ما نبدو في الجمعية تعالى السنة الماضية الجمعية العامة أين الرئيس سيعب مجي تبون أكد موقف الجزائر الثابت والمساند للشرعية الدولية والتقير مصير الشعب الصحراوي والاستقلال والسيادة للصحراء الغربية الآن في الجمعية العامة هذه وزير الخارجية أكد الموقف التابت والمنسجم الواضح تعالى الجزائر اليوم يأتيوا كذلك ديبلوماسية البرلمانية والمجلس الشعب الوطني والمجلس الأمة والمجتمع المدني يأتيوا بش يرافعوا في اللجنة الرابعة الآن يرافعوا من أجل هذا الموقف المبدالي لأنه موقف نحن موقف شعبي عنده جذور جذور يستمدها من ثورة نظمبر هي الدفع القوي اللي تخلينا تمسك وميبادة تحرور الحرية والاستقلال ولأنها قضية عادلة وكل قضايا تصفيت الاستعمار مروا إلى اللجنة الرابعة وكان تكرس حقهم في تقرير المصير والحل التوافقي التاريخي هو تمكين هذا الشعوب المستعمرة من ومارس حقهم من المشروع في تقرير المصير عبر استفتاء حر عادل ونزيح وهذا الشيء اللي أكدوه كل المناصرين تلحق والسلم والأمن واللي بتشبتين بالقانون في العالم واللي هم ضد سياس الاستعمار أو ضد رجوع الاستعمار نعم والحمد لله رأنا شاهدنا الآن يعني في المرافعات في حجج في زوز طروحات في اللجنة الرابعة طرح تشبت بالقانون بالشرعية الدولية بالمواثيق تعلم المتحدة باللدكترين طالينة السونزيني باللوية تعمل مجلس الأمن وبالحق والقانون هذا اللي رافع ويأكد شرعية المقاومة تعالي الشعب السحراوي و شرعية مطلب الشعب السحراوي ومطالبة بالأمم التاحية باش تاخد مسؤوليتها باش تحبس التعنت والموقف السلبي تعالي المملكة المغربية وتمكن الشعب السحراوي ما يستحقه وفيه من جانب آخر طرح نتعالي الاحتلال والاستعمار والغزو وتعالي المملكة المغربية اللي جاي باش يعني يهدم وجاي باش ما يتقبلش بالشرعية الدولية وجاي باش يتمرد و يعني متساعد ما لا أسف متساعد من طرف بعض اللوبيات الموجودة أعضام من مجلس الأمن يعني أعضام مجلس الأمن اللي يراموا في مجلس الأمن مثل فرنسا اللي يجيه هذا الحق المشروع فهما يروحوا يعاونوا في الاحتلال ويعاونوا في التعاني التالي المغربية أحد تتلعب في المواقف أستاذ معهز تتلعب في المواقف شفنا تتلعب في المواقف مرات إسبانيا تتلعب بالموقف وعرغم أنها محتلة وعارفة أنه التاريخ وعارفة أنه صحراء غربية جمهورية عربية مستقلة وكثير من الأمور ولكن كل مرة ينقلبوا على حسب المصالح أممين أمم من قلبوش موقعهم مستمرين لأن تشوف يعني الممارسة تنتحهم تقصبوا الأدوار مثلا يخذوا إسبانيا نعم إسبانيا يشوفوا بالحكومات اللي جي طلوح حكومة جيش حكومة أي لونها سياسي تبقى دائماً في إطارها تلاعبات مع المملكة المغربية وفي الإعانة مع المملكة المغربية وتحت الضغط تعلوم بيتها المملكة المغربية ويقلوا المجتمع المدني والبرلمانيين يعني يوقفين مع القضية تواسع الأدوار الآن على إسبانيا تكون كما الشعب الجزائري كما الجزائر الجزائر عندما تعلق بموقف مبدئي موقف مرتبط بالقانون الدولي وموقف مرتبط بمواثقة الأمم التاحية لا يوجد موقف حكومي موقف غير حكومي موقف من رئيس الجمهورية إلى الجيش إلى المجتمع المدني إلى الأحزاب إلى البرلمان كل موقف واحد منسجم لأن موقف مبدئي مفروض هذول يكون مع الأسف اللحظة في فرنسا وفي إسبانيا وفي بعض الدول الأخرى يعني في تلعبات قضية مصالح قضية كيفاش يبزنسوا على ظهر المبادئ على ظهر الشعب السحراوي على ظهر مؤنات الشعب السحراوي ما يلأت فاقيات هذه الموجودة اليوم إثبتت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية قالت بأنها باطلة وأولا هذا التفقية الحكم تعلق القرار المحكمة الأوروبية هو حكم تاريخي وانتصار تاريخي عظيم للشعب السحراوي ولكل أنصار القضية السحراوية وللحق والقانون ويأكد مرة أخرى بأن الأرض لأن الحكم جاء على شيء تحت الأرض لرسول سمينيار والزراعة والطروات والبحر هذا كل جاء تحت الأرض ما بالك الأرض يعني يأكد باللي هذه السيادة ترجع إلى الشعب السحراوي ومغرب ما عنده حتى أكيد سنتحدث أيضا أستاذ محرز بعد الفاصل لو سمحت لي سنتحدث عن الوثائق المقدمة يعني كيف أنت شفت وقرأت الوثائق المقدمة ومدى قوتها في تعزيز الملف الصحراوي وتعزيز حق الشعب الصحراوي في استقلاله وفي حريته من خلال المرافعة التي تقدمت بها لجنة الرابعة وطبعا ممثل الجزائر في هذه اللجنة نذهب إلى فاصل فقط ثم نعود مشاهدينا مع ضيف لتكملة النقاة ألا بكم مشاهدينا من جديد أكيد أعود إلى نقاشي مع ضيفي الأستاذ محرز العماري ناشط حقوقي ورئيس لجنة التضامن الجزائرية الصحراوية سابقا للحديث في نقاش طبعا متعلق بآخر طورات بالنسبة للملف الصحراوي وحق الشعب الصحراوي طبعا في تقرير مصيره واستقلاله وحريته أستاذ محرز مرحبا بك مرة أخرى تحدثنا عن كثير منها ربما المعطيات في بادئ هذا النقاش قبل الفاصل قلنا سنتحدث عن الوثائق التي قدمت خلال هذه المرافعات قدمت الكثير من الوثائق التي تثبت بأن الارتباط ولم تكن الصحراء الغربية جزءا من المغرب هذا الوثائق التي تقدمت خاصة من طرف إبوحام الدماري الوثائق عندها فيها حجوج تاريخية ووثائق تأكد بأن هذا التدخل والطرح المميز يأكد بالقضية الشعب الصحراوي عمره ما كان عنده ارتباط لا عضوي ولا تاريخي ولا سياسي مع العرش المملكة المغربية منذ القدم وهذا الشعب الصحراوي عنده تاريخه وعنده جذوره وعنده أصوله ومتبسك بشخصيته الوطنية جاء جاء الاحتلال الإسباني وحاول أنه يطمس تطلوعات الصوت الشعب الصحر ومهند الحرية والاستقلال والإبرار الشخصيته ومن خيانت الشعب الحكم الإسباني حكم فرنكو ليخلى العرش المملكة المغربية أنه يجي بالفكر الاستعماري أنه يحاول يوصل المسيرة على الاستعمار على الإسبان ويحتل الصحر الغربية وكل الوثائق تثبت وليقدمها في اللجنة الرابعة كل المرافعين لأن المرافعين ليس فقط في الجزائر كذلك مناصرين من أوروبا وبرلمانين من أوروبا ومن أمريكا اللاتينية ومن آسيا حتى من العالم الرابين يجو باش يأكدوا بالمملكة المغربية قوة احتلال والإسباني تبقى عندها مسؤولية تاريخية في تجاه الشعب الصحراوي ولابد من تمكين الشعب الصحراوي ينمارس حقه المشروع في تقل المصير واللواية الحقيقية الشرعية تعلقوا المتحدة كل مع كفاح ونضال الشعب الصحراوي الآن لازم نقول هذه المداخلة لقد صدتها خاصة المداخلة اللي جبت الوطايق وبرهن تؤكرت وهو مخلة الطرف المغربي اللي كان موجود في كان حاولي عرقل شو عملت شوي شو عرقل ولكن ما متوصلش هم متعودين حتى رد دومير كان ذكي أيضا قال لو كان الأمر بيدكم لكم ممك الأفوا أنا أعطي أعطي صحي أكد أن بأن هما دائما اللي يصدوا بالقمع وبعدم الشرعية وبعدم القبول وعدم حتى الاعتراف بأي حدود وما فكرهم ما كانش حدود صحي فكر توسعي فكر استعماري وعندما ملقوش الحجج لأن اللي عنده الحجج والي عنده البرهان ويرفع بالحجة والبرهان كما رفعوا دماري وكل الشرافة اللي كانوا في اللجنة الرابعة ولكن عندما ما قادش عندهم حجة وبرهان ويحاوسوا يضغطوا ويحاقوا مع الأسف إذا كان لحظ في حتى تلعبات في سير تسير اللجنة الرابعة الآن شوفنا كيفاش يحاولوا أن يخلوا النقطة النظام دائما تكرر عن طرف المغربي باش يعرقل شوفنا كيفاش يحاوسوا يحبسوا لحظنا مثلا أمينة العامة تعتيحة بإساء الجزاريات عندما تكلمت وبرزت المواقف بيحجج وبتبوتات كذلك حاولوا أنهم يقحموها ويقلاش تكلم وبيطواطي من طرف رئيس اللجنة حاولوا ينحولها البانش ويخرجوها ولكن هذا يأكد مرة أخرى باللي المغرب يبقوا عنده تلعبات لبيات وعلاقات وصخة نعم صحيح ولكن هذا ما يروح شبعين لأن الآن ما دام القضية مسجلة في اللجنة الرابعة هي قضية سفيس عمار لو لما كانش مسجلة في في اللجنة الرابعة ما تكون مرافعة وما تكون هذا نجاه أزيمة المملكة المغربية وطال زمن وقصر كما قلت في قبيل كل القضايا التي سجلت في اللجنة الرابعة تاريخ نائبين باللي كلهم كملوا بممارس حق بالمشروع في تقير المصير وتتطبيق لحق 15-14 14-16 لتكرس حقوق الشعب المستعمرة في تقير المصير ها في كلمتها والسيدة ترجع للشعب والحل التوافق التاريخي كل قضايا التي عدوا تحركة تحر التي عدوا كامل كان دائما بيتمكين الشعوب في استفادة تفتاح حر وعادوا نسي تحت أمم التعيدة وآخر قضية تيمور الآن قد أخر قضية في إفريقيا هي قضية تسعر غربية قضية سامار ونعرف كذلك حاجة أخرى باللي الآن كان زيارة كان عن قريب اجتماع مجلس أمن حول القضية الصحرية حول بات المينرسو نعم وديمستورة كان في في زيارة كان موجود في زيارة تحذير العقاد المجلس الأمن قريب والتقى بفعاليات أيضا وديمستورة كان التقى بالأطرف النزاع لنا أطرف النزاع الثانيين ووجد هذا القرار المحكمة الأربية غير أكد لأنها تحاول المملكة المغرية بين ديمن يقع الجزائر في الوسط ولكن حتى المحكمة الأوروبية بحكمها بأن طروات مبيل المملكة المغربية والصحراء الغربية وحق للشعب الصحروي أكدت بيطرفين نزاع وما الصحراء الغربية والمغرب والمغرب الآن تيمستورة عندما زار الصحراء الغربية لقى اثقى بالفعاليات وبالقيادة السياسية وبالجمهة بوليزار وكطرف النزاع واستمع لهم وشاف بلي فيه هذا الشعب منضبط منسجم تحت قياد جبهة بوليزاريو ومتمسك بالشرعية دولي وبالقانون الدولي وبمواثيق الأمم المتحدة وباقي متشبت المخطط التسوياء اللي هو مخطط أممي واتحاد إفريقي اللي يمضعوا فيه طرفي النزاع وهذا المخطط اللي يقول نروحوا السيادة للشعب والشعب الصحراوي يقول كلمته نعطوا ثلاثة الطروحات والشعب يقرر الشعب الصحراوي الاستقلال للحكوم الذاتي أو الاندماج ومضعت المغرب وبعدها تراجعت الشعب الصحراوي يبقى متمسك بحرية وستقلال لأنه يعرف بلي قضية شرعية وقضية وطنية وكلمة ترجع للشعب في الوقت المملكة المغربية تملصت وضربت الشرعية للحاية وتملصت من القدم الدولي وتمردت الآن تشجعت بشي جديد زيادة على أن فيه طرف فرنسا وليساعدها كعضو يستعمل دائما الفيتو في الأمم المتحدات شجعت بالمحور تلافي في الريباط محور الصهيوني هذا اللي جاء تطبيع نعم تطبيع هذا جاء كذلك باش بناء خلينا نبدأ تشجيع أمريكا دخول محاولة محاولة المغرب دخول الصهيونية في اتحاد الفريقي وتلعبت عديد السمار لماذا لماذا كل هذا هو الهدف التيعه ليصبقوا اليه هو كيفاش انهم يدخلوا من الداخل دخلوا غارب وزنز يعني من الداخل ويفجروا الاتحاد الفريقي ويوصلوا انهم يخرجوا الجمهورية العربية الصحراوية من الاتحاد الفريقي لأن الجمهورية الصحراوية الآن شفقت حركة تحرر حقيقة معطرف بها كذلك كطرف النزاع في الأمم المتحدة ولكن هي كذلك دولة قايمة ووطن معطرف به في اتحاد الفريقي مؤسس في الاتحاد الفريقي ومعترف به عند الدول. صحيح. صحيح. الآن. ولو لفطنة الجزائر لتدخل يعني حتى اللوبي الصحيوني داخل اتحاد الافريقية ورفض جزائر رفضت ذلك أكيد. وقف المشرفة على الجزائر والجنوب افريقيا وكل الدول يعني الافريقية المتبسكة بالنظام الدولي الحقيقي تحت سفية الاستعمار إلا ولا كانت يعني كارثة. صحيح. ويعني يقضي إذا ما تستمر لأن الآن هذي الناس بيحبسوش. والمناورات ما تحبسو. والأعمال الدانئة ما تحبسو. والتمرد تعالى المملكة المغربية ما يحبسو. ويستعمل كل وسائل الدانئة. إذن لازم لياقضة تبقى. والتجهد يبقى. والحمد لله أنا فيه. زيادة عن الدول فيه. تضامن شعبي كبير. وشوفنا حتى بعض الدول. تصريحات استاذ محرس شوفنا من بلايات متحدة الحزب الاشتراكي الأمريكي. شوفنا أيضا التحالف الإيطالي تضامن مع الشعب الصحراوي. دول من أمريكا اللاتينية. داني ستحدث معك بعد الفاصل ربما عن الحقيقة بينه أنه فعلا هناك استعمار فوق الأراضي الصحراوية. لأنه لا يوجد نظام يقمع شعبه ويقتل ويسجن بقدر ما فعل الاحتلال المغربي فوق الأراضي الصحراوية. سأعود بك إلى الذاكرة العاشر من أكتوبر وكنا نتحدثنا فيها قبل ممدى وفي هذا الموعد الإخباري. سنتوقف عند فاصل ثم نواصل حديثنا في هذا. الصداد مشاهدين متوقفون عند فاصل ثم نعود للنقاش. أهلا بكم مشاهدين من جديد. نعود إذن إلى نقاشنا مع ضيفنا وأستاذ محرز الأماري ناشط حقوقي ورئيس لجنة التضامن الجزائرية الصحراوية سابقا لإستذكار تجربته طبعا ووقوفه كشاهد عيان للإحداث من خلال ترأسه لجنة التضامن الجزائرية الصحراوية طبعا وكثير من المعلومات التي استقاها حول هذا الموضوع. أعتقد عشر أكتوبر عندها ذكرى موجودة في هذا الملف الصحراوي. وأستاذ كثير من الصور تثبت الانتهاك الاستعماري المغربي فوق الأراضي الصحراوية وموثقة إلى يوم من الحمد لله أنه كل شيء توثق النصرة للشعب الصحراوي. نعم ذكرتها 10 أكتوبر 2010 ذكرت ملحمة كيدميزيك الملحمة الشعب الصحراوي انتفاض بطريقة سلمية كانت ذاك الانتفاضة ثالثة أعتقد بناء مخيمات وخرج بالصغير بالكبير كل في هذه المخيمات عن تعبير عن أصالته وعن شخصيته وعن صوته القوي من أجل استقلال والحرية وعدم قبول الاحتلال والاستعمار تعلن مملكة المغربية وليوم يحيي هذا الشعب الصحراوي الذكرى الـ 24 لهذه الانتفاضة الانتفاضة التي كانت فيها خروقات حقوق الإنسان كبيرة وحرقوا الخيم وشردوا الشعب الصحراوي وعذبوا الأطفال والشيوخ والنساء والمناظلين اللي كانوا بطريقة سلمية من أجل ممارسة حق من المشروع المعترف به من طرف القانون الدولي والمجموعة الدولية من طرف الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وصبح يعني من بعد رمز أنه من باب منصبه الخيام هي الشخصية الوطنية الصحراوية والخصوصية للصحراويين صبح يعني يوم ويوم الخيمة الوطنية صحيح الربزية للتاريخ نعم وهذا المعاناة يعني تاع الشعب الصحراوي هي فقط نموج لأن الخرقات هي يومية وش نجرى على هذا نجرى اعتقالات مناضلين حقوقيين سلميين يكلمون بدون سلاح من أجل تطبيق شرعية دولية وحقوقيين تعال حقوق الإنسان الآن من من أنذاك حكم حكم بسجن مؤبد بثلاثة سنة وأكثر لحد الآن ما زلوا في السجون في المملكة المغربية ويتعذبوا من أجل حاجة واحدة من أجل أنهم قالوا صوت أننا نحب نطبقوا الشرعية دولية نحب الاشتقل الحرية وهذا رغم أمام أن يسمي ورحم حقوق الإنسان ويسمي ورحم بلدان حقوق الإنسان وعندما جاءوا باشي يعطوا لامينرسو يوسعوا هذا الميكانيزم حقوق الإنسان حماية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة من هو اللي يوقف ضد وحاول أنه قال ما تنحواش نعمل الفيتو فرنسا فرنسا اللي تقول أنها حقوق الإنسان وبلد حقوق الإنسان دايما شجعت هذه الموارسة حقوق الإنسان وأنا نعطيك بعض ممارسات مزلت لحد الآن يومين نشوفو فيها الحمد لله كان الإعلام اليوم من رغم التعتيب الإعلامي كان إعلاميين حروا كان الصور يعني ووسائل من جيمتها النهار وآخرين يعني يخليوش الشعب يطلع على الممارسات هذه الدانية أو على الممارسات الغير القانونية والغير الشرعية والغير أخلاقية شوف مثلا يعني نعطيك ننبوش فقط بعد سور هنا يمتوش يعني شوف أطفال شيوخ نساء سجون بكيش يعني يذكرنا في أحد في أحد إيتلار وفي أحد الاستعمال الفرنسي يعني عندهم كل المعاملات يعملونهم يمارسوا فيها يوميا غير أخلاقية ضد المواطن العزل وضد الشيوخ وضد ضد الأطفال يعني لا بيستبحث ذنب الوحيد هذا المواطنين أنهم يرفعوا العلم الصحراوي ونديوا بالحرية والاستقلال طريقة سلمية يتصدوا لهم بقمع كبير وبشعة كبيرة أمام أعيون المجتمع صحيح صحيح حقيقة فيه تنديد ولكن تنديد ما يمكنك فيهش لازم تطبيق قرارات ممصفة لازم تأخذ مسؤوليتها لازم توسيع المهمة تعلمين حماية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوي المحدلة لأن مثلا اليوم نقولوا مواناة الشعب الصحراوي هذه كل يعني تستوقف كل مناظر وكل مواطن حر في العالم اللي متنبع بالقيم الأخلاقي الإنساني وعلى رأسهم ديمستورة ديمستورة لزار لزار السنة الماضية في أكتوبر المملكة المغربية وشاف بعينه معاناة الشعب الصحراوي في الأراضي صحره محتلة وشاف ما هو مخروقات حقوق الإنسان وكذلك الآن ديمستورة هو يعني ديبلوماسي محنك ويعرف وشين القاضية الصحراوية والديبلوماسي المحنك اللي عنده ما صار كبير في الديبلوماسي يعرف بأنها قابلت في استعمار ويعرف كل هذه الغروقات حقوق الإنسان موثقة هومون رايتش أكد تالك فونداسيون كينيدي أكد تالك أمنيسي انترنسيون أكد تالك اللجنة الأممية للحقوق الإنسان أكد تالك يعني كل اللجنة حقوق الإنسان والشعوب الإفريقية أكد تالك كل الهيئات الرسمية والغير الحكومية لمختصة في حقوق الإنسان مأكدة بأن فيه خروقات حقوق الإنسان ومثبتة إلى غري الآن على المجموعة المدولية تأخذ من سويتا السكوت أما روا علامة الرضا أو أما علامة التجيع التجيع نعم وتجيع وتجيع تجيع تمرت على المملكة المغربية صح الآن الشيء المطلوب المطلوب الأساسي أمم المتحدة لازم تأخذ من سويتا لأنها هي المكلفة المجلس أمن مكلف بالأمن والسلم في العالم ما الذي تتوقعه أستاذ محرز بعد كل هذه تطورات يعني خلينا نقوله الإيجابية في صالح الملف الصحراوي القضية الصحراوية خلال قادم الأيام وخلال الأيام القادمة يعني وش تتوقع أنت ممكن في حاجة في هذا ما صار هذا الملف هو شوف الآن الانتصال مثلا للمحكمة الأوروبية نعم يأكد مرة أخرى جانتصال لأن هذا الموقف لا رجعة فيه قرار نهائي يدن المار يتخبط يلعب يعمل يطلع يهود ولكن يبقى قرار نهائي يطل زمن أو قصر يطبق ويأكد بأن قادية الصحر الغربية قادية استعمار ويأكد بأن الناس الشرعيين الحقيقيين هم الشعب الصحراوي ويأكد بأن الكريمة وسيادة طروات طبيعية في الصحر الغربية فوق الأرض وتحت الأرض في البحر وفي الجو للشعب الصحراوي ومثل الشرعي وجبهة البوريزاريو وفي الأيام القليلة ما يمكنش المغرب المملكة المغربية أنها تستمر في مواصلة تسويق السلاع والبضايا مثل يعني الزراعة أو السمكة وكذا تحت غيطاء المملكة المغربية بالقرار هذا يسمح الآن حتمي أنهم يحطوا الصحر الغربية وهذا يعتبر اعتراف ضمني السيدة السحراوية واليوم زاد تعززت الموقف بموقف ألمانيا اللي يطلون يقولوا مشرف لأن ألمانيا عندها وزن صحيح في اتحاد الأوروبية وفي أوروبا وعندها وزن والآن جاءت قالت باللي هتمتتل وتكون منساج مع هذا الموقف وهذا يخلي يناعت بالسبوع سبانيا وفرنسا اليوم عندهم اتفاق زراع فكر الكولونيالي صحيح هذا الفكر الكولونيالي لو كان المغرب صحيح لا تجد من الأول من المسيرة القضرة ورواح كيفاء خلي حتى ل67 حتى حبت لفرنسا بهجى به لأن فرنسا لم تجردت بالفكر الكولونيالي صحيح وحاولت أنها تسوق للمملكة المغربية كفكرة لأن هذا وشي أكد من عن فرنسا أكد عودة الاستعبار إلى بوابة المغرب والسحر وهذا كل شي ما يهم ما يشوق الأرض يهمها المنافذ على الباحر ويهمها طرابات الطبيعية ومنها دخول إفريقيا وهذا ليخلي اليوم أنها تكون يقظى في إفريقيا من عند الشعوب الإفريقية والحكومات الإفريقية باش توقف تعمل حد وتتضام مع بعضها وتتأزم مع بعضها باش توقف تعمل حد لرجوع الاستعمار إلى إفريقيا ليحاول أنه يضرها في بعض ولاينا في بعض المتاهات باش هو يستغل طروة طبيعية و نتمنى وإحنا أكيد أستاذ محنز دعماري أنه يكون مفراج قريب إن شاء الله في هذه القضية تاريخ بين ذلك كل القضايا تصفية استعمار تمت بتقيير المصير الشعوب وتمت بالحرية والاستقلال وإذا أخر قضية استعمار وهذه قناعتنا ونحن نحتفل كما قلناها بثورة نوفمبر دكرة السبعين نحتفل بثورة نوفمبر السبعين لمليون ونصر شهير جابت استقلال طورة عشرين ماي لبلورة تطلعات الشعب السحراوي ونار الدب كفاحه بجبهة البوليزادو من غير شك راح تجيب الحرية والاستقلال ويكون وتكون فرحة مشغل الشعب السحراوي فرحتنا أيضا مع الشعوب والمصطرفة نعم والشعوب معي راية الشعب السحراوي في الأمم المتحدة وحق المشروع في المقاومة شكرا جزيلا لك بأستاذ محنس ناشط الحقوق ورئيس لجنة التضامن في جزيرة السحراوية سابقا على حضورك معي وفي الأستوديو شرفنا أكيد بكل هذه الطرح وبكل هذه البعلومات على حمل على مواقفكم من يضالية العفو العفو شكرا على واجب إذا المشاهدين لجنة ترجمة نانسي قنقر